موضوع ملف النفط هذا من المواضيع المهمة جدا والذي يكون تماس مع المواطن العراقي باعتبار أن اقتصاد العراق بأكمله يعتمد على الواردات النفطية تقريبا 91% من واردات العراق هي واردات نفطية وذلك هذا الملف ملف حرج جدا وبتماس مع الاقتصاد العراقي الحقيقة نحن تفاجأنا في تصريح السيد وزير النفط تحت قبة البرلمان بأنه الكثير من الشركات تريد أو طلبت أن تنسحب من العمل في داخل العراق الحقيقة هذه الشركات جميعها لدينا عقود معها هي عقود جولات التراخيص وهذه العقود هي عقود خدمة وليست عقود استثمارية وهناك ضوابط لهذه العقود ومنذ بدأت هذه العقود ولحد الآن لو كانت هذه الشركات تريد أن تنسحب في متابعة لنا مع مرافق وزارة النفط والشركات لم نلاحظ بأن هذه الشركات تريد أن تنسحب من العمل لأن لديها عقود بل هناك مثل شركة أوليك أيرل لها توسع فيها العمل مع وزارة النفط لذلك هذا استغراب كبير بأن الشركات تريد أن تنسحب في حين من خلال تقريركم لاحظنا بأن سيد وزير النفط يلغي تصريحه السابق ويقول بأن هذه الشركات سيدة زهرة اسمحي لي أن ألاحظك من جديد إلى نشرتنا الرئيسة بالفعل وزير النفط تراجع عن هذه التصريحات ولكن إذا لم يكن هو قد صرح بهذه التصريحات بالفعل حقيقة أو علانية لمصلحة من يتم نشر هذه الأخبار المفبركة التي بالتأكيد تضر بالاقتصاد العراقي الذي أنت أعلم مني به بأنه لا يحتاج إلى انتكاسات جديدة الحقيقة نستغرب من هذه التصريحات ومثل هذه التصريحات تربك الوضع الاقتصادي في العراق لأنه نحن نعلم بأنه هناك أمور أمنية وأمور إقليمية أيضا موجودة والعراق في تحدي في وضعه الاقتصادي مع هذه الأمور لكن لم نلاحظ بأنه مع هذه الأمور الأمنية لم نلاحظ بأنه أي مرفق نفطي أو شركة نفطية قد هجمت أو تعرضت إلى إرهاب أو ما شاءت لذلك لأنه الشركات العاملة ضمن قطاعات النفط هي في مأمن كبير ما عدا أنه هناك مظاهرات تخرج بين الحين والآخر بيطالب بالتشغيل وطبعا هذا من ضمن الحق المواطنين لأنه حسب العقود بأنه 80% من العمالة أو هما من الاستاكنين في المناطق النفطية في حين أنه 20% هي من الفنيين والخبراء لذلك لا نلاحظ بأنه أي تعرض لأي شركة من الشركات العاملة في العراق قد تعرضت إلى مثل هذه الأمور بالإضافة لأنه لو كان الأمر كما تم التصريح عنه لما كانت هناك جولة تراخيص خامسة يعني كان هناك مناقشة لجولات تراخيص جديدة في العراق فلماذا يكون هناك انسحاب من الشركات النفطية يعني إحنا طالبنا لسيد الوزير نطالب أيضا بأنه يقدم لنا الشركات التي قدمت بالفعل على أن تنسحب من العمل في داخل العراق نعم سيدة زهرة أنت تحدثت أنه لم تتعرض إلى هذه اللحظة ولم يتم رصد أي تعرض لأي شركة نفطية في العراق لأي هجوم أو وجود أي خلل يؤثر على أمن أو تواجدها في العراق ولكن البعض يتحدث عن مخاطر ومخاوف وكثير من المعاوقات لموضوع الاستثمار في العراق هل هناك بيئة استثمارية جاذبة للمزيد من المستثمرين في داخل الأراضي العراقية؟ بالنسبة للاستثمار نتكلم عن عقود موجودة مع جولات التراخيص وهي عقود خدمة وليست عقود استثمارية ومعروف لدى الجميع بأنه عقود جولات التراخيص هي عقود خدمة أما الاستثمار بالفعل البيئة في العراق هي بيئة طاردا للاستثمار بسبب قانون الاستثمار لذلك هناك مطالبة بتعديل قانون الاستثمار كذلك أنه الوضع الأمني المتردي البناء التحتية الغير متوفرة كذلك عملية إعلان الفرص الاستثمارية يشوبها كثير من الفساد لذلك نقول بأنه البيئة غير مهيئة استثماريا أما في مجال النفط وفي مجال جولات التراخيص فهذا الموضوع يختلف تماما لأنه بيئة النفط يعني كل العمل في شركات النفط وفي جولات التراخيص مؤمنة مئة بالمئة في داخل العراق دعينا سيدة زهرة دعينا نترك أمن جولات التراخيص دعينا نترك أمن جولات التراخيص لنتحدث عن جولات التراخيص نفسها رحيم الدراجي أمين عام حركة كفا قال بالحرف الواحد لدجلة بأن جولات التراخيص قتلت العراقيين وأن الفسادة خلّ لها أنتم كلجنة طاقة نيابية كيف تردون على هذه التصريحات؟ هذه النقطة تختلف عن أمن جولات التراخيص عندما نقول بأنه أمن جولات التراخيص أو البيئة المناسبة لجولات التراخيص طيب أنا لا أتحدث عن الأمن تختلف عن جولات التراخيص بحد ذاتها سيدة زهر أنا لا أتحدث عن الأمن أنا أتحدث عن الفساد لست مع جولات التراخيص كلجنة نفط طاقة وأتكلم عن ذاتي أنا كنائب في البرلمان العراقي أرى بأنه جولات التراخيص بالفعل قزمت العراقيين وكانت يشوفها كثير من ملفات الفساد وكثير من الأمور تخللت هذه جولات التراخيص ولذلك أنا أعتبر العراق خاصة لأن جولات التراخيص أولا كانت فيها أنتاج نفط مع استثمار غاز أين ملف استثمار الغاز من جولات التراخيص لماذا لم تتقم وزارة النفط بإعداد الخطط الكاملة ومتابعة ملف استثمار الغاز هذا من ضمن ملف جولات التراخيص إذن جولات التراخيص لا يوجد ريب أو شك بأن هناك شبهات فساد شابت هذه الجولات وهذه العقود لكن إذا نتكلم عن الأمن داخل العراق والبيئة الآمنة وموجود البيئة الآمنة لشركات الآمنة في المجال النفطي نعم سيد زارة تحدثت بأن العراق هو بيئة طاردة للاستثمار ما الذي ينقصه لكي يكون بيئة جاذبة للاستثمار هل هو بحاجة إلى تشريعات جديدة أم البقاء على التشريعات الموجودة ولكن بحاجة إلى تطبيق هذه التشريعات بإرادة وطنية حقيقية قانون الاستثمار يحتاج إلى الكثير من التعديل لكي يكون جاذب للاستثمار لكي يكون هناك فرص استثمارية حقيقية كذلك سرعة إنجاز معاملات لدينا في ملفات الاستثمار الفرصة الاستثمارية قد تطول أكثر من سنتين إلى ثلاث سنوات حتى يأخذ المستثمر هذه الفرصة الاستثمارية كثير من الضغوطات ومن الرشاوة تدفع داخل هذا الملف لذلك هذه البيئة غير مؤاتية للاستثمار يجب على الدولة العراقية أن تكون هناك محاربة الفساد في هذا الملف تعديل قانون الاستثمار بحيث يسرع من عمليات إعطاء الفرص الاستثمارية فرص استثمارية كثيرة موجودة داخل العراق لكن لا يستطيع المستثمر أن يأتي بالإضافة إلى أنه خاصة في مجال الأراضي وفي مجال داخل المناطق السكن وما إلى ذلك ومجال الزراعة وغيرها يعني لاحظنا وطيقها طبعا في مجال الصناعة أيضا يعني برغم أنه وجود فرص استثمارية كبيرة في مجال الصناعة لكن لا نلاحظ أي استثمار صناعي حقيقي داخل العراق طبعا بسبب الفساد وبسبب ربما الرشاوة والضغوط من الدول الإقليمية لمنع أي فرصة استثمارية صناعية داخل العراق نعم سيدة زهرة البجاري عضو لجنة الطاقة النيابية شكرا جزيلا لك على هذا الحوار اشتركوا في القناة شكرا جزيلا لك